طيب شيخ ناصر قارئ كان وما زال وسيبقى يستهويك وعش بدك متأكيد أنت سمعت كثير من القراء لكن لكل من حقيقة هناك قارئ يعني يبقى متعلق به وتبقى له الأولوية من من القراء سهواك ولا يزال يستهويك وتظن أنه سيبقى يستهويك إلى آخر يوم أنت وعبد الرحمن سألتني هذا السؤال قبل أربع سنواتي ما أذكر أنا ما أذكر حقيقة وقلت لك وسأبقى أقول إذا شاء الله أنه الشيخ محمد أيوب محمد أيوب نعم بدأت عليه وما زلت على صوته ويعني في حب سماعي وأشعر أنه هام وقام طيب ما الذي يستهويك في صوت الشيخ محمد أيوب جودة الإتقان تعدد المهارات الصوتية الثقة حال القراءة الجمع بين الإمتاع والتدبر يعني والإتقان والإتقان نعم فهو يعني يشدك من ناحية جمال الصوت جودة الإتقان يعني المهارات الصوتية التي لديه حفظه الله أن يجمع الإنسان بين القراءة الخاشعة المتدبرة والفنيات فنيات التلاوة فهذا يعني قليل وحقيقة لما نذكر إبداعات الشيخ محمد أيوب يعني أرى من الإجحاف أنه أو من الواجب أو اللاجم علينا أن ما نتخطى شيخه الشيخ الرحمن قارئ اللي هو حقيقة ثمرا من ثمار هذا الشيخ ويعني الشيخ خليل رحمن قارئ يعني بذل جهد هائل صحيح في إيصال الشيخ محمد أيوب إلى ما وصل إليه والتمارين يعني الشيخ محمد أيوب كان يقرأ لساعات طويلة الشيخ خليل رحمن قارئ وذلك حقيقة نصيح القراءة أنه موضوع التمرين الذي ذكرته قبل قليل مهم جدا تقرأ 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 وخصوصا لو كان القراءة على شيخ متقن ويجيد موضوع هذه المهارات الصوتية التي تكلمنا عنها قبل قليل